الأخبار الأخيرة عن تقدم هل سيدخل جلسة البرلمان غداً أم سيقاطع؟ هل حسم الأمر داخل تقدم كما تعتقد لمرشح واحد سيدخل به إلى جلسة يوم غداً لانتخاب رئيس جديد للبرلمان؟ بداية شكراً جزيلاً أستاذ نجيم تحية طيبة لك وإلى متابعيكم الكرام وإلى ضيفيك الكريمين من منطلق هذا الحديث سوف أتحدث بجانب معلومات والآخر هو جانب تحليلي في الجانب المعلومات قبل قليل ما زال الاجتماع موجود ما بين تحالف السيادة بزعامة السيد خميس الخنجر وكذلك كتلة تقدم برئاسة السيد محمد الحلبوسي مخرجات هذا الاجتماع تم تخويل السيد الحلبوسي والسيد خميس الخنجر لاختيار المرشح ولكن لن يكون في جلسة يوم غد سوف تؤجل بطلب يقدم من قبل تحالف السيادة تقدم وكذلك كتلة السيد خميس الخنجر بالتالي مجموع أعضاء تقدم وكذلك كتلة السيد خميس الخنجر هو 62 نائب ممثلين عن المناطق الغربية لا سيما نتحدث عن مجموع الكل هو 80 نائب للمناطق الغربية بالتالي لن تكون هناك جلسة سوف تؤجل هذه الجلسة وأنا أقول لك وفق المعلومات يعني موضوع اختيار رئيس أو بديل لرئيس مجلس النواب سوف يؤجل إلى شهر الواحد أي ما بعد انتخابات مجالس المحافظات المقبلة المحددة يعني تم تحديدها في الثامن عشر من كانون الأول لكن بالتالي إلى غاية الآن تقدم لم يقدم مرشح إلى أخيرة معلومة هذه معلومة أنا أتحدث بمعلومة يعني هذه كلها معلومات سوف أتيك للجانب التحليلي والقراءة التحليلية نعم التحليل نعم أستاذ نجم التحليل بالتالي نعم بالجانب التحليلي أستاذ نجم تعرف يعني هناك عرف والعرف في العراق يطغى على القانون ويطغى نتحدث عن العرف السياسي يطغى على القانون ويطغى على حتى الدستور بالتالي نشأ عرف أن ما يختاره السنة هو سوف يصوت عليه الإطار والأخوة الأكراد وما يختاره الأخوة الشيعة سينضي السنة وكذلك الأكراد بالتالي يجب أن لا يتجاوز العرف لأننا نتحدث عن القانون تم التجاوز على القانون في كثير من الحالات سوف أشخصها والدستور أيضا تم التجاوز على الدستور إذا ما سلمنا جدلا بأن المادة 50 هي الحنث باليمين أصبحت مبدأ من مبادئ المحكمة الاتحادية لإنهاء عضوية النائب أو رئيس البرلمان أو حتى رئيس الوزراء لأننا نتحدث عن المادة 50 يقسم بالله العظيم أن يرعى مبادئ الديمقراطية وأن يحافظ على المكتسبات وأن يحمي العراق أرضا جوا بحرا إلى آخرهم من هذه المواضيع بالتالي أيضا سيد رئيس الوزراء وكابينة الوزارية أقسموا بهذا اليمين هناك سؤال يا دكتور سيف هناك سؤال من المعلومات التي تملكها من الاجتماع الأخير تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد إلى شهر الواحد هذا الطلب السني أولا هو مخالفة دستورية والشيء الثاني ماذا يستفاد السنة من تأجيل الانتخاب إلى شهر الواحد وهو قد يكون مضرا بهم لماذا كيف نفسر هذا الطلب لا لا هو ليس مخالفة دستورية إذا ما رجعنا لأحكام المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي المادة 12 ثالثا تقول يعني في حالة خلوم منصب رئيس مجلس النواب يتم انتخاب رئيس مجلس النواب في أول جلسة تعقد بالتالي أول جلسة تعقد سوف يتم تأجيلها لأننا هي آخر جلسة لأننا نتحدث عن العطلة الفصل التشريعي يعني يجب أن يذهب مجلس النواب إلى عطلة الفصل التشريعي يفترض من تاريخ 19 دخل مجلس النواب العطلة التشريعية بالتالي أي جلسة تعقد يجب أن تستند إلى أحكام المادة 58 أولا من الدستور والتي تنص يتم تقديم طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو 50 عضوا من أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية لمناقشة الموضوعات التي اقتضت الضرورة لمناقشتها هذا نص دستوري بالتالي عندما تؤجل الجلسة هي ليست مخالفة وإنما تحدث عن عطلة تشريعية لمجلس النواب طيب